وقت عنا ما ديسا وعشرة دقايق وهي دخلت بحذينة بالألوان الصيفية الجميلة ومحليها تحس الجمعة قيبشتوفة مع انتك نشوفوك هكا ألوان الخريفية ليه ما أسمع ليه فاما خلط في الألوان شوية صيفية وشوية خريفية شوية صيفية وشوية خريفية هاش تربو جامع مرحبا بيك عسليم ريوم عسليم ماني عسليم النسلي تسمع فينا كل إيقوان تغنسيونال تو تسويت وش نمشيو للولايات المتحدة هو ثالث أهم شخصية سياسية في أمريكا في اليو ساي وفي حالة شغور منصب الرئيس بعد نائب الرئيس هو مؤهل شد بلاستو هو مركز كان قبل تشريفي لكن بالوقت تخذي أهمية سياسية كبيرة وتختار أغلبية النواب ال435 نائب متع المجلس الأغلبية هي اللي تختار ونحكي على السبيكر اللي يدير الحوارات والنقاشات في مجلس النواب الأمريكي واللي فترة انتخابه دوم عاميين وعنده وزن سياسي يعني هوا يشبه الأغلبية انتماءا وإذا الأغلبية تابع الرئيس فهو بش يكون عنده نفس الانتماء وإذا الأغلبية عارضت ولا مخالفة فسيكون معارض للرئيس مثلا نانسي بيلوزي كانت معارضة لترامب اللي كانت سبيكر وعارضت وتصديت المشروع الحائط اللي حاب يبنيه ترامب بش يفصل الولايات المتحدة على المكسيك ما عاش كان فهمتوا شوية البوست دونك نهارت ليثا أكتوبر صار حدث كبير وتاريخي في أمريكا بخصوص السبيكر كيفين ماكارثي اللي صوتت الأغلبية ضده في المجلس وصحبت منه ثيقة والمبادرة جيت من عند نواب جمهورين يعني عندهم نفس الانتماء متاعه متغشين عليه ويتهموه بأنه بأنه حدثت بينه وبين بايدن التفاوض يعني عمل تفاوضات مع بايدن هذا الجانب السياسي سياسوي في الخبر لكن هالحدث اللي ما صارش قبل يعني تاريخي في الولايات المتحدة عنده انعكاس اقتصاديا وحسب بلومبرغ الإطاحة بماكارثي ممكن تتسبب في خفض التصنيف الانتمائي السيادي للولايات المتحدة وتزيد في اضطراب الأسواق ومش أول مرة أزمة سياسية تكون تسبب ارتباك وتكون عندها تدعيات اقتصادية بالتبيعة وهوني يرجع لحديث على الشات داون اللي قاعدة تتفادى فيه بالطرق لكل أمريكا والميزانية اللي المشارعين قاعدين يتعاركوا عليها وخطط الانفاق اللي أصبحت مهدة وتشهد حالة من عدم اليقين موديز هي الوحيدة اللي قاعدت تمنح في درجة عالية الأمريكا مزالت كيف خفضت في التصنيف كانت تذكروا الجمعة اللي فاتت وثيقتها في الإدارة الأمريكية قاعدة تتهز مهيش في أحسن حالتها يمكن موديز تخفض في تصنيفها لأمريكا قريبا دونك اليوم التأثير متاع الإطاحة بماكارثي مزال ما يتحسش خاطر مزال جديد لكن من هوني لنوفمبر ودسمبر بشي بدأوا للي يتحسوا على خاطر ممكن يتسبب فيه انخفاض في الريفنو وزيادة في النفاقات في الديبانس ولي بشي عاوضوا بشي يلقى روحوا تحت ضغط كبير برشة حركية في الولايات المتحدة الأمريكية برشة حركية ونعرفوا لي جانا غالماو كي نصير انعكاسية على اقتصادها روهم بعض نحسوه في العالم الكل بالعالم الكل قطرة الاقتصادية العالمية وأقوى قوة في العالم دونك ستوتا في نغمال ونقعد ديار في الولايات المتحدة وين 75 ألف عامل في قطاع الصحة دخلوا في إضراب من البارح دونك حراك كبير شمل كاليفورنيا أوريغن فيرجينيا وواشنطن وهو الحراك جامل جروب كايزر برمنانت أكبر منظومة صحية في الولايات المتحدة اللي عندها برشة سبيترات وبرشة دي سنتر ميديكو دونك طلبين زيادة في الشهر وحماية من الخدمات الخارجية اللي ولو يجئوا لها المستشفيات هدوما دونك المركز والمستشفيات تقول كايزر بش يقعدوا محلولين لكن الصفوف المستنية قدامهم طويلة دونك إضراب من لول قروه الـ 24 ساعة يمكن يتمدد أو يتعاود في نوفمبر إذا كان ما تمتش الاستجابة للمطلبهم عام 2023 نذكركم كان عام الإضرابات في الولايات المتحدة بعض إضراب كبير كبير دم أسابيع في قطاع السينما وقطاع السيارات جاء اليوم دور قطاع الصحة كنا نحكينا منذ تقريبا جمعتين على قطاع السيارات اليوم 75 ألف ونحكيه على قطاع حياة ومهم جدا خاطر مربوط بحياة الناس زادة اللي يعرف توقف أن صحة تعبير ومازال رهي العركة في قطاع السيارات مازالت مستمرة وفي قطاع السينما زادة اللي هو من عجلة كبيرة معناها كيف كيف معناها ركيزة من ركيز اللي نحكيه على اندوستري متاع السينما في أمريكا نمشيه للكواليد معني مليحظة كهو متنابعنا بخيشون للنقابات نوش تتيسر في أمريكا في الفترة الأخيرة هذية قاعدة تنشط وفوما تهم معناها الجمهوريين قاعدين تهموا في ترامب قالوا له شوف معناها التصرفات متاعك في بايدن قل موش في ترامب في بايدن شوف تصرفاتك هي اللي خليت غالق المعيشة يزيد دونك خليت الناس طالب ما ما نصورش هيدا هوا معناها اليوم الانفلاسيون التضخم قاعد يتحصل في العالم معنات العالم الكل غالق أسعار ارتفاع في نسب الفائدة دونك ما تسع تند بحاجة بريفيزيبل أنه يتصير أضرابات عادي يمشيوا للكويت حقل الدر اللي براحكينا على حقل الغاز السائل في قطر هذوما الجميع عندهم حكايات ومشكل من نوع آخر دونك شركة النفط الكويت تقول أنه حقل الدرة اللي هو حقل مهم بش يشتغل كاملا من هوني الالفين وتسعة وعشرين الحقل هيدا رو عنده احتياطي كبير وبش يوسع القدرة الانتجية للكويت اللي بش تخلط لثلاثة مليون برميل في اليوم الواحد بطبيعة من هوني الالفين وخمسة وعشرين اللي هي اليوم تنتج في حدود اثنين فاصل ثمانية مليون برميل الكويت قاعدة تطمن في الخليج كلهم من تخافوش رو مش مش ننتج أكثر من الاحتياط في برسيون اليوم على البلدين على الانتج وعلى البلدين يتحب تتعادل طاقات بديلة خاصة دونك الحقل على ملك السعودية والكويت لكن ايران داخلها في الحكاية تقول أنه عندها حق فيه وهو ما يحبوا يتفاوضوا معها انتون كبارتي اونيك معتها كطرف واحد ويقولوا لها انتي عندك الحق تستغل الحد الشرقي للمنطقة الحقل هذا تم اكتشافه عام 1967 في المياه الخليجية واضح خلينا جزت بش نعالق على بالنسبة للنفط البارح انها الاربعة كانت عرف سوق الأسعار النفط تراجع كبير أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل الواحد وبالتالي جزتما المخاوف المتعلقة بتحديات الاقتصاد الكلي بلوزو ما بدت تتبدد ونحكيه على البارح بالنسبة للأرقام إذا كان نخذهم العقود الأيج للخام لبرنت خلطت 3.30 دولار أو بنسبة 3.63 بالمياه ونحكيه للبرميل بيحلوا بالنسبة للخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي 3.29 أو 3.69 بالمياه خلطت للتسعة وثمانين فاصل ثمانتاش دولار للبرميل الواحد طحف كتير من هذا يعتبر بالنسبة للخام برنت هذا أدنى مستوى وصله منذ نهار 1 سبتمبر 2023 إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت أنه مخزونة الخام في الولايات المتحدة تراجعت بثنين فاصل اثنين مليون برميل وخلطت في الأسبوع السابق إلى 414.1 مليون برميل هونك هذا بخصوص الأسعار بالنسبة للنفط والإنتاج المخزونات والأسعار نتوبا قاعدين تحكيوا عن نفط ونحكيوا في حاجة أخرى تماما تموخي مركبك لك شوي قاعدا نحكيوا في الكويت تحكي على الكويت وفم حديثة وأخبار مؤخرا عن فئة مهمة برشة في الكويت إن شاء الله تجي فرصة تحكينا على الكويت هجرة فما برشة إيجابيات وسلبية فما برشة تنقوضات وخاصة متابعي يكن ركزوا نهار على فئة بدون في الكويت الأطفال والعائلات اللي ما عندهمش أوراق ما عندهم حتى شي الصغيرات اللي ما يدخلوش ما عندهمش الحق حتى في الدراسة في الكويت حتى مجرد أنك تدخل المدرسة ما عندكش الحق لأنك تتسئي تسمى بين ضفرين بدون فكرتني فيه الموضوع به خاطوا اللي كويت في الليستة جوست نكملوا بتجربة هي حب تعملها في فرنسا بش تشجع لليبريغي متاح على خطر اليوم أغلب الناس ما نحكي بها عن الناس اللي تقرأ كتوبة أغلب الناس اليوم تشري على البلاتفورم كيمة أمازون وليلا وليفناك دونك حب تتشجع لليبريغي بارتكولير خيقلتنهم من بداية من 7 أكتوبر اللي كانت فكترها 1 سنتيم أمازون بشتوالي 3 زوغو فمتني محكيكا بش الناس معاش تمشي تستسهل الشراء وتمشي لليبريغي لكن نعطت نتيجة عكسية لأنه البرصانتاج متاع الشراء طاح برشة على خطر في وقت معناها تضخم وفي وقت انفلاشن لنهي السواليت معتها 3 زوغو تضرلهم حاجة كبيرة لنسوم كبيرة وليو معاشي شريو معتها معتها نتيجة اللي كانت إسكنتي معتها بش تمشي معتها في بقع تشري من الليبريغي تمشي معتها في بقع تشري من معتها في تونس اللي معنش نفس لليزابيتود ما تخل في عادتنا شبت وقت للكوفيد نتذكر معناها فما دي بلاتفور حتى في تونس عندهم ليفريزون غراتويت كي تشري كي ما سيغيس بوكشوب وعلى غيرهم يعني تستسهل معتها بش أنيس وقت الكوفيد اللي قات روح في دار معدها ما تعمل دونك رجع تقرأ في تونس اللي هي حاجة به واني خدر نقوله للي أحنا ما نقرأوش لذلك يتكالفلهم بلاتفوريزون غالية بطو سيغيس بشي يقرأو كهو مش بالضروري بشي ويرجعو للماته الكوميرس بروكليميتي ولا للليبرايري تتعلم أن نورا هو بنسبالي بعض دول كيمة فرنس فرنس فارغزان فلما تل الكتاب يلي على پورتة دووس يعني موجود في الشرع في الشرع في شوارع في فرنس فرنس بشتلقى إذا مش بوكينيس بشتلقى تجميع للكتب المستعملة تنجم تهز تنجم تحط تنجم تقرأ تطلع عن الميترو بشتلقى وموان فما على الأقل على الأقل مجازين ولا حاجة اللي محتوط معناتها تنجم تقرأ أصباح ويكون عندك عالم بكل الأكتواليتي جموان بتاع البلاد متاعك في الصباح هنا يزيد حتى معنة بالنسبة للقرية للقرية لك نحن اليوم نجم نعمل الركون بتاع الأسعار الكتب معناها بشتلقى روحك أنك الأشكال متنجم مش تقرأ على خطر الكتاب بسوم وطلع برش وصد ما نال خلينا نفكر وقت 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 اللي كان الكتاب رخيس كانت نستشري في الكتب فما فئة كانت تشري الأشكال أن الفئة حتى اللي كانت تشري ولي هي من الطبقة المتوسطة اليوم لكسي للكتاب ولا صعيب بالنسبة لها غداينج مشوفه حتى في معرض الكتاب في كل عام تحكي على المستور دا كل شيء ما معطيها اليوم الأسعار متاع الكتاب وجو كان بخان خطر أسعار الورق زاد زاد في العالم كله مربوط بعض جو بانتاج من دولة تلقى حلول لما مشكن الأسعار دا تقول لي 51% من القراء بشي يخفضوا شرائتهم كيف فاكترت لهم معنة أغلى دولة شرائتهم قدش قلت من سنتيم في البداية قدش كانوا 1 سنتيم ما تجل ما تجل ما تجل ما تجل ما تجل ما تجل متخلص شوية ما تجل ما تجل ما تجل أصح شوية من هك ما تجل أكثر مشتر وليو ما عاش بشي شلي وشي نقص شري مرسي بكو هاجلاتيك ساحة ترجعنا بعد شوية بشي ستنبين دورة في كينيا حاجة يسر جميلة مزيين برش البلاد نرجو نحكي علىها من بعد نحكي على جميلة طبيعي صحيح لكم نحكي على منظومتها ومنويلها الاقتصادي جبيت سلبيت بشي رجعين